الموضوع اللي طرحت من قبل الأخ شاكر جبور وإن كان ما سمى هو النادي الجماعي لكنه هذا الأمر متداول الآن يعني بس موصل لكم خبر بأنه أنتوا متصلين على حسام البدري احنا ما علينا بيوصل لنا خبر احنا نبحث عن دقة المعلومة وصحتها لو على الخبر زين نبحث عن دقة المعلومة وصحتها هذا الخبر خليص مع الكابتن شاكر الجبور وكل إدارة الزوراء المحترم والوجمهورة لا أساس له من الصحة أبدا وإذا كان يملكون دقة بالخبر ويمكنون أي دليل خلي قدموا لي وسائل لعدين اتصلتوا على حسام البدري أبدا لا أحد من تصل على الكابتن حسام بدري مع احترامنا وقيمة التسويقية وقيمة التدريبية العالية لكن هذا الخبر مو صحيح اللي صار حتى تكون الناس تعرف الموضوع احنا كنا في المملكة العربية السعودية في البطولة العربية والكابتن حسام بدري ورتبت بعقدة رسم مع الصفاق الستونسي سمعت أنا أيضا أكو اتصال مثل ما أستفضلت لكن هذا الاتصال من هو الاتصال وش وقت ووين ما إلا أي أساس اللي صار اللي سمعت أنا من سيد اللواء محمود أبو التمن تحياتنا إلي اللي كان معنا بالوفد باعتباره هو ممثل وزير الداخلية كانوا يأكل لكن باعتباره يعني قريب من إدارة الزوراء أحب يلتقي بالكابتن حسام البدري كعلاقة شخصية ما بين طرفين لا أكثر أما أنه تقول لي احنا اتصال من دارة الشرطة يعني ممثل وزير الداخلية اللي كانوا يأكلوا هو زورائي بالعحل اللي كل تعرفه ما بيها شي بالعكس طبيعي يا سمع هذا رياله هذا رياله ولكن تقول لي قدم خدمات جليلة لوفد الشرطة ولنادي الشرطة رائعة جدا يشكر عليها ويشكر عليها مع الوزير اتصل على حسام البدري ممثل وزير الداخلية للتعارف فقط للتعارف فيما بيناتهم وجلسة غدا فيما بيناتهم كجلسة شخصية وتفاجئ أنه كابتن حسام أنه مغادر كان أرض المملكة بعد خسارة الصفاقصة من الشرطة قدم مستقالته وطلع اللي يجانه حتى تكون الناس على بينه اللي يجانه أحد وكلاء الأعمال اتصل بينه عراقي لا مصري اتصل بينه وذكر موضوع مهم جدا وهو هل ترغب إدارة الشرطة أو ما صحة رغبة إدارة الشرطة في التعاقد مع الكابتن حسام البدري كان الجواب لا صحة لهذا الموضوع نعتز بالكادر التدريبي اللي موجود معانا ما احترامنا للكابتن حسام بدري وإمكاناته مدرب قدير ما يقيم لكن هذا الموضوع ما إلى أي أساس ونفينا يعني حسام البدري عرض خدماته على فريق الشرطة لا مو عرض خدماته بطريقة إنما سئل ما صحة رغبة إدارة الشرطة في التعاقد مع حسام البدري فنفه الموضوع وقلنا احنا عدنا مدربين وماشيين في الطريق وماشيين معهم والحمد لله عندنا نجازات طيبة معهم فهذا الموضوع يعني ماكو أي رغبة من إدارة الشرطة فهذا المعلومة غير صحيحة أرجو أن يتأكدون منها واضح